قبل بقى ما هنطلع فواصل ما احنا لازم نحكي حكاية انا لما جيت اتكلمت مع زملائي ومع حضراتكم في مستهل وبداية وتقديمة الحلقة كلمتك على الاحتفالية النهاردة وقد ايه كانت بالنسبة لي مؤثرة الى ابعد الحدود ومش بس مؤثرة لكنها كانت ايضا مفيدة الى ابعد الحدود بحيث انك انت بتشوف اللقطات دي كلها كانت لقطات وانا اتمنى ان احنا نعرضها يعني عندنا في كل قنواتنا بالمناسبة يعني مش بس اللقطات لكن العملين اللي اتعرضوا النهاردة عمل دكتور خالد وعمل مروان حامل لانهم مهمين بجد انك تشوف اللي حصل لانه اتصور وكأنه صورة تبقى الاصل بنفس الطريقة اللي جارب بها هذه الاحداث حلو؟ طيب وده كان مفيد جدا علشان نقدر نشوف ولهذا انا عندي الرجاء الشديد ان لازم الناس كلها تعرف تفاصيل بالعين والصوت مش بس اللي ارناه والناس نساية الناس نساية الناس نسيت الحالة اللي كنا فيها من بعد ثورة 25 يناير الناس نسيت الناس نسيت الحالة اللي كنا فيها من بعد ثورة 3026 2013 واللي عملوا الاخوان والجامعات المسلحة وما الى ذلك مهم جدا ان الناس تفضل فاكرة لانه هناك من يدعون الى اليأس والاحباط ويشيعون هذا اليأس بين الناس والجماهير وده جزء مهم جدا نتكلم فيه الرئيس النهاردة سواء اذا كان في كلمته العامة داخل المسرح اللي اقيمت فيه الاحتفالية في اكاديمية الشرطة او في الكلمة الاخرى التي كانت على هامش هذه الاحتفالية وزي ما وصفها الرئيس قالها نتكلم ندرد شوية واحنا بنشرب الشاي بالضبط كده بس الحقيقة كان غادع يعني وبعدين شاي لكن خلينا نتكلم جدا حابتين الرئيس تحدث كثيرا عن الاقتصاد في مصر وتحدث بشكل مصطفيد جدا وبمنتهى الصراحة وبمنتهى المكاشفة وتحدث عن اهمية الصناعة والتصدير للاقتصاد المصري الرئيس قال ايا كان شكل الازم هل احنا ازمتنا اقتصاد ولا دولار احنا ازمتنا الحالية دولار والحل الرئيسي للخروج من ازمة الدولار في مصر هي ان احنا نزيد من معدل واحجام الصادرات بتاعتنا ونشجع الصناعة وانه مهم جدا انه يبقى عندنا نسبة طاغية من المكون المحلي ده مهم جدا المكون المحلي مصر يا جماعة لازم احنا فاهمين الحكاية دي هفترض ان انا بصدر ايا كان النظارة اللي انا بلبسها ساعتنا بقرها دي طردنا ان انا بصدناها عندنا هنا في مصر وبصدرها لاي دولة او لمجموعة الدول السؤال ده اسمه منتج كم الصنع مظبوط متفقين في نسبة قد ايه مكون محلي في النظارة بتاعت القراية بتاعتي ونسبة قد ايه بستوردها من بلاد تانية ده شيء مهم جدا لو النسبة اللي انا بستوردها من البلاد تانية نسبة كبيرة يعني اللي هي اربعين وخمسين وستين وسبعين في المية يبقى انا ما بصدرش النظارة دي مثلا بميت جنيه يبقى انا بصدرها بايه باربعين جنيه انا بشرح لك عشان تبقى فاهم يبقى انا بصدرها بايه باربعين جنيه لانه الستين دي مش بتاعتي العكس نعم الستين الستين دي بستورد بيها حاجات بستورد بيها خام يعني بعمل ايه بعمل ضغط على العملة الصعبة ببقى عايز عملة صعبة عشان اخدها استورد بيها بعض المواد الخام او بعض المكونات اللي هستخدمها في تصنيع النظارة لكن انا صنعت منها ايه تلاتين اربعين في المية عشرين في المية ايا كان والباقي خامات او مكونات مستوردة يبقى عمليا دي مش نسبة صفية للتصدير بتاعي بقى انا عايز اشجع الصناع واشجع التصدير فاعمل ايه بقى يعني بفكر معاكم بصوت علي والله وكنا حتى بنتناقش في ده واحنا بنسمع على الرئيس بعد ما خرجنا فكنا كلنا عاديين بنتناقش في انه طب احنا لازم نخلي او نشجع المصدر على انه يستخدم خامات محلية ومكونات محلية ويا سلام لو ربطنا الحافظ التصديري بتاع المصنع المصدر ده بانه يستخدم مكونات وخامات محلية فكلما زاد نسبة المكون المحلي في المنتج تم الصنع يزيد معاه حافظ الصدرات مصر بتعمل حافظ الصدرات رائع جدا بالمناسبة بس انا هنا بقى عايز اربطه بايه انا يوسف يعني نفسي في ده نفسي اربطه بزيادة نسبة المكون المحلي يا سلام ده شيء عظيم قوي ده واحد طيب الرئيس من الآخر وجه علنا عيانا بيانا باتخاذ كافة الاجراءات كافة الاجراءات مش بس بقى ان احنا نضع كافة او يعني نعمل على خطة واضحة لاجل انهاء ازمة الدولار لا اتخاذ كافة الاجراءات لانهاء قصة الدولار دي تماما والقضاء الكل على السوق السوداء او السوق الموازية زي ما الرئيس وصفها بالزبط كان توصيف تفصيلي الحقيقة يعني الرئيس وصف الازمة بتاعت الدولار توصيف تفصيلي واضح وزي ما حتى رئيس كان بيتكلم قال ممكن يبقى كل مسؤول في الدولة او كل وزير في الدولة بيبقى شايف الحاجة بتاعته هو بس وقال وانا مش عايز اذكر كلمة انا بس اللي حاصل انه باعتباري رئيس الدولة فانا شايف كله انا والدكتور مصطفى مدبولي شايفين كله ومن هنا كان التوصيف بتاع المشكلة وشرح واسهب القول واستفاد الحقيقة بمنتهى الصراح ومن هنا كان توجيه الواضح وخليني اقولك بمنتهى الصراح والحازم بانه يتم ان احنا نقضي على السوق الموازية والاسعار غير الرسمية والتسعير غير المفهوم لكتير من السلع دون النظر او الاعتبار ان في حاجة اسمها دولة وفي حاجة اسمها اقتصاد وفي حاجة اسمها مواطن الرئيس اتكلم كتير جدا على المواطن اللي قال عليه بحد واسؤل المواطن البسيط ده احنا بنشتغل علشانه ويمكن هتلاقي ناس كتير من زملائي بيتكلموا على رئيس هو بيتكلم على مسألة معدلات النموة بتاعتنا لحد قبل جائحة الكورونا وبطبيعة الحال قبل الازمة الروسية الاوكرانية وان احنا تخطينا فيها الستة في المية بس الرئيس الحقيق وجه لنا لهم احنا ناس بتاعت الصحافة والاعلام قالنا يا جماعة لازم تتكلموا اكتر على مسألة مهمة جدا احنا بلد بتزيد اثنين ونص مليون مواطن كل سنة السؤال بقى نقدر نستوعب هذه الزيادة او لا لا وانا من عندي بقولك تعالوا نبص على الدول الكتير اللي ليها تجارب كتير ويمكن رئيس اشار لده كمان اللي ليها تجارب مهمة جدا في الخروج من ازمات اقتصادية كبرى يعني منها سنغفورة منها كوريا الجنوبية منها الصين الى اخره كان جزء كبير جدا من اسباب الخروج من الازمة هم ان هم قدروا يوصلوا الى معادلة انه التعداد ما يزدش جدا سيبك من الطريقة الصينية طيب ما بصوا على طريقة بتاعت جنوب كوريا الجنوبية هم اميل للغرب مثلا يعني سنغفورة اميل يعني اميل لهذه المدارس سيبك من الصين يا سيدي لو زعلان من اللي لكن بسألة الزيادة المستمرة بنسب عالية جدا هتلتهم اي نسبة نمو ونقص حتى قال قال الستة في المية اللي عملناها دي ما كانتش بتصب في مصلحة طبقة واحدة صغيرة بل بالعكس احنا كنا قصدين جدا متعمدين انها تصب في صالح طبقة البوسطة الناس اللي هي محدودة الدخل التي طالما عانت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة